والله ما يأكلها من نيدي هاي يأكلها من إيد عمو من محمد العراق يجمع ولا يفرق هم في الغربة على مائدة المحبة والصداقة تلتأم الروح وتسعد القلوب صورة بألف كلمة وأكثر وزير التجارة العراقية الأسبق الدكتور محمد مهدي صالح الراوي يرعى زميله الدكتور حامد الراوي ويقدم له الطعام أما دماثة الخلق وثمار التواضع من شيم الأوفياء وأي عراقي لا يحمل في قلبه خصالا كهذه فهو ليس بالكاد أن يكون عراقي المنبت والرسالة منصب رفيع يسبق اسم الدكتور محمد الراوي فهو السياسي السابق الذي شغل منصب وزير التجارة العراقية منذ عام 1987 تمحى المناصب عند لهفة الصديق إلى صديقه والحب بنكهة عراقية خالصة توحد المشاهد وتكتمل في العيون القصة تماما كالقصة قصة شعر بمقص تحمله يد الذكريات الدكتور الراوي خريج جامعة بغداد الحاصل على شهادة بكالوريوس عام 67 والحاصل على درجة الماجستير عام 74 والدكتورة في جامعة منشستر عام 78 وتطول سيرته الحافلة بالإنجازات إلى أن شغل منصب مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية عام 87 ليعين وزيرا للتجارة أنذاك حتى احتلال العراق عام 2003 الذكريات لا تموت تماما كنخل البلاد شاهد على التاريخ ورغم الغربة وشيء بالعمر الطويل إلا أنه وقار السيرة العطرة والشخصية الفذة ترجمة نانسي قنقر